مازلنا مستمرين معاكم في التحليل الرياضي هذه المرة فوز بعد التسعين لنادي الأهلي وكمان فوز لنادي الزمالك في مستهل بطولة أفريقيا للأندية وكمان أيضا فوز البيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية وده بيعكس تفوق الأندية المصرية وأن هي بتقدر تاخد خطوات ثابتة في البطولات الأفريقية سواء بطولة أبطال الدوري أو الكونفيدرالية كمان برحة تعملت قرعة الدوري المصري الممتاز في موسم مهم علشان نتخلص من المواسم الاستثنائية اللي كانت موجودة قبل كده ووعدت رابطة الأندية المحترفة بانتهاء الدوري العام في 30 يونيو 20-23 وقالت أنه سيتلعب أربع جوالات أثناء كأس العالم خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا معنا بصحبتنا ضيفنا الأستاذ محمد عفيف الناقد الرياضي منورنا في السوديو صباح الخير صباح الخير صباح الخير دينا هنم صباح الخير صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر إنما كانوا أهلا بك منورنا ربما يعني شفت إزاي النادي الأهلي ويفوزوا على اتحاد المنستير التونسي يعني خصوصا أن دي المباراة الأولى للمدير الفني الجديد هل لاحظت أن الفريق واقف على رجليه هل في تغير في التكتيك هل لاحظت أي فرؤات في هذه المباراة طيب هو في البداية نبارك للنادي الأهلي نبارك للزمالك نبارك لبيرامدز وفيوتشر التفوق وكلهم فازوا خارج الأرض بالمناسبة لأنه حتى المباراة اللعبت على مصر هي مباراة الفريق الغريم لأنهم هلعبوا الزهاب والقياب هنا للزمالك وكذلك الغريم السوداني الهلال بالنسبة لنادي بيرامدز فوز الأهلي فوز مهم قوي لأنه دي أول مباراة رسمية لكولر هذا المدير الفني السويسري القادم حديثاً للقيادة الفنية بالنسبة لنادي الأهلي والتغير فيه لمسة وده فارق كتير أو عن سوارش مثلاً المدير الفني السابق لنادي الأهلي اللي جيم ما كانش عنده أفكار تدينا لمسة كده أو إحاق أن الرجل ده هيعمل شكل مختلف للنادي الأهلي والنادي الأهلي دائما نادي بطولات فما ينفعش أنه يلعب على الفوز على الحركرك أو أن الحمد لله ما جاش فينا أهداف أو أنه ما ينفعش الفكر ده مع نادي الأهلي نادي البطولات يلعب من أجل الفوز ولذلك في وقت من الأوقات خارج ملعبك أمام الاتحاد المنستيري أمام جمهوره في ملعب صعب لأنه ملعب صغير عامل زي ملعب الجونة كده مثلاً عندنا في مصر من الملعب الصعبة مع الجمهور الكبير الحماسي والجمهور ده مع الفريق ده في الموسمى الماضي طفوقها الأفريق التنسي وترج ريادي التنسي والصفاقسي بالنسبة للدوري في المشوار إذن هو فريق تقيل عامل حالة في الكرة التنسية لما الأهل يلعب أدامه في وقت من الأوقات خلال المباراة باثنين مهاجمين إذن هي جراءة هجومية كان يحتاجها النادي الأهلي بأفكار هذا الكولر الرجل السويسري الذي يخود أو المباراة الرسمية أعتقد بشكل مختلف الاستحواز كمان كان مهمة قوي مش فكرة أنه استحوازه هو سلبي بس حلو أن تلعب خارج ملعبك بهذه الجراءة من الاستحواز صحيح لازم تطور من فكرة ترجمة هذا الاستحواز لدي تهديد حقيقي على المرمى في أكتر من مرة مش بس فرصة في اللحظات الأخيرة أن أنت تفوز حلو الفوز ولكن بعض التعديلات دي أول مباراة ما ندرش نحكم بالمرة ولكن هناك لمسة تعطينا دلالة على أن النادي الأهلي مش هيكون صد سهل أو مش هيبقى بشكل هين أمام الفرق في البطولة المحلية اللي هتنطلق فيها 18 من أكتوبر الجاري بإذن الله أو حتى أفريقيا والمنافس على اللقب 11 وللعامل 3 على توالي بيقرب من اللقب راح بيلعب بطريقة 4-2-3-1 هل دي طريقته ولا هو بيجرب مع اللعبة؟ طيب هو كل المدرين الفنين الأجانب بما فيهم المدرين الفنين الموجودين على رأس القائدة الفنية للمنتخب الأول الرجل البرتغالي أو المنتخب الأولمبيا الرجل البرازيلي كل الأجانب اللي بيجوا بيجوا 4-3-3 وبعدين ما بعد الأهلي لعب مباراتين وديتين أول ما بيلاقي اللعب المصري مش مطبع على 4-3-3 بيرجعتين فكرة المرونة التكتكية وده مهمة قوي لأنه في بعض الأوقات سوارش برضو مع نادي الأهلي حاول أن هو يطبق 4-3-3 فاز على فيوتشر بالأربعة تقريباً فقالك بس أنا انجحت فشل فشل زريع ما بعد ذلك الفكرة في أنه تستمر بالزبط كده ولازم يكون عندك مرونة تكتكية في الطرق اللي بتلعب بيها على الأرض الملعب وقدرات وإمكانيات لعبيك هم هيعملوا إيه؟ يعني يريع حمدي فتحي عمر صلايف في هذه المباراة تحديداً في المباراة اللي جاية في القاهرة لا الأمر يكون مختلف ممكن يبقى حمدي فتحي ويقول ليه دور الأساسي عنده أدوات بحالتها مرتاحة مش مرهقة من مواسم أو طلع حق ومواسم ومسمى كان هناك فيه إرهاق كبير لا طبعاً هو 4-3-1 يطرق الأنسب بالنسبة لنادي الأهلي حتى لما بينزل محمد مجد أفشا بيكون ليه أدوار لو كان أساسي أو حتى بديل بيكون ليه أدوار للتخديم على حرقية الأداء الهجومي بالنسبة لنادي الأهلي لابن برحب شادي حسين كلعب أساسي وهو صفقة من صفقات الكديدة سافيو هذا البرازيلي برونو سافيو لعب ظهر بمظهر إيجابي وإدنا لمسة برازيلية تذكرنا مثلاً بكينو اللي كان منذ الثلاث مواسم مع بيراملز مثلاً في بداية انطلاقة بيراملز البرازيليين مش حلوين قوي بالنادي الأهلي عودة محمود متولي في الخط الدفاع بعد إصابة الرجبة رباط صليبة والإبتعاد تقيل أول لأنه يعود غياب واحد زي بدر بنون مثلاً المغربي اللي كان محترف في النادي الأهلي ومحتاج أن أنت يكون عندك لعب يوجد إخراج الكرة بشكل مطقن من الخط الخلفي وفي نفس الوقت هادي على الكرة مش متسرع أو ما عندهش اللخفنة في حالات كتير أو كان ممكن بيسقط فيها لعبين كثر وأنه يقدر يعمل كل التوليف مع عدد الغائبين في الأهلي للإيقاف أو للإصابة فأنه يقدر يعمل التوليف هذه حاجة كويسة جداً أعتقد 100% في وقت قليل نكلم عن مباراتين وديتين معسكر خارجي تم إلغاءه بسبب مشاكل التأشيرات وصفر وكذا لكن يقدر أنه يتأقلم على الأجواء بشكل سريع أنا شايف أنه لا فيه لمسة تطمن جمهور النادي الأهلي لكن الموسم مش سهل لأنه إزا مالك برضو محلياً مش سهل بيراً مش سهل كل الفرق في الدوري المحلي هتكون صعبة جداً وكذلك أفريقين الموضوع مش سهل لكن حلو البداية يعني دايماً البدايات بتدينا كده ثقة أكبر مع الفرق الكبيرة تحدين لأنه دايماً حتى والله لما بنكلم في علامة تاني يسمى أسهلاً أن نقول نوفاك جوجوبتش أو روجر فدر أو نادل لما بيخش أي بطولة كبيرة نقول أول مباراة أصعب مباراة حتى لو كان هو بيلعب تصنيف أقل نفس الكلام في كرة القادم نفس الكلام في الهندبول في الفوليبول الفريق كبير الخطوة الأولى بيحتاج علشان ياخد الإقاع وش القفص بالمصر بالضبط كده وبعدين يركب الجيم في كل المباراة خليناً نتكلم عن الصفقات بشكل أكثر هل يمكن أن نحكم مبكراً على صفقات النادي الأهلي سواء سافيو البرازيلي سواء شادي حسين توقعتك إيه لللاعبين الجدد المنضمين للقلعة الحمراء شايف أنهم بعدد قليل مش هيبوز المنظومة اللي ماشي بيها النادي الأهلي في السنوات الماضية من لعبين هما الأعمدة الأساسية وده مهم حتى في زملك نفس الكلام بالمناسبة فدخل لعب برازيلي عامل حالة بشكل كويس لمسته الأولى في مبارات الأولى بالنسبة للجمهور لأن المباراتين اللي وديتين حتى لم يتم إذاعتهمها ومن ثم الناس برضو عندها غموط شوية هو الناس دي كويسة ولا مش كويسة حقيقي يعني ولكن سافيو في أول مبارات رسمية لا عنده مهارات بيقدر وده ممكن شوية ياخد أو مش عايز أقول ياخد من تركيز أحمد عبدالقادر مثلا ولكن ممكن يحفز شوية أكتر أحمد عبدالقادر لأن أحمد عبدالقادر مهاراته عالي قوي لكن نسبته مع نادل أهلي قليلا قوي ففي بعض اللعبين لكن حسين الشحات لو ظهر بمظهر إيجابي ممكن يخلي عبدالقادر برة ففي تنافس هيبقى لوقتي موجود فيما بين اللعبين وده مهم قوي ما يكونش لعب ضامن مكانه طور كتير من طهر محمد طهر لكن سافيو أنا شايف أنه مهم بشكل إيجابي عامل حالة بالنسبة لي هجوم النادل أهلي والحركات الهجومية أيضا شهاد حسين وشهاد حسين واخدت ثقة من الجمهور لأنه زي ما نعرفين كان من جمهور أصلا النادل أهلي وبعد كده لما دخل في الكرة كان بره النادل أهلي وكان نفسه ويلعب في النادل أهلي فحتة أنه واخد تعطف الجمهور ما قبل بداية المشوار مع النادل أهلي مديا ثقة بشكل أو بآخر ما نقدرش نحكم من أول مباراة رسمية لكن أعتقد أنه البداية برضو تديهم ثقة مع الفوز لأن الفوز بيجيب فوز لما نشوف طريقة لعب الأهلي لازم نبص على الفريق المنافس اتحاد المنستيري شفنا قدقي أنه هو بيلعب بطريقة حذرة وبطريقة دفاعية أكتر حضرتك شيء بدلي هو عارف قيمة النادي الأهلي كويس جدا ومدربه كان مدرب في الكرة الجزائرية وواجه النادي الأهلي قيمة النادي الأهلي لكن قدرات النادي الأهلي وتحليم النادي الأهلي لخطورة ومصادر الكوى سورسز اللي بيطلع الهجمة بالشكل المتقن بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري الأهلي حجمها بشكل كبير جدا مع الاستحواز اللي الناس كتير قالت لا هو الاستحواز سلبي لا كويس انت برق أرضك بتعمل الاستحواز وفي بعض النقاط قالوا أن كان فيه فرص كتير محققة ضعت صحيح ولما الفرص بتيجي تقدر أنت تبقى أقرب لمرمى الغريم بعكس فريق بيستحوز وما بيقربش آه محتاج الأهلي تتطور لكن أنا شايف أنه البداية بشكل كويس قوي أنت تعرف تحجم الغريم وتبدأ أنت تفرد إقاعك على أرض الملعب وده مهم قوي حتى في بداية المشوار في دور 2 و 3 حتى ما دخلناش في دور المجموعات وأنك تلاح فريق تقيل وتقول أنا بر الملعب قادر أن أنا أفوز ده بيدي كمان انطر شديد لهجل الكل أنه الأهلي كالعادة في كل سنة بينافس على اللقب يعني بشكل عام أنت شايف الأهلي خلال هذا الموسم هيختلف عن الأهلي الموسم السابق قطعا وطبعا ولازم ما ولازم بس أنا قطعا ودي لازم برده هقول حرك لي لأنه جمهور النادي الأهلي أولا غاضب جدا هو ما ينفعش أنه الأهلي يخسر الموسم بتاريخه لا لقب الدوري بالنسبة لجمهور النادي الأهلي يقول لك لقب الدوري أولا حتى بيحب أفريقيا جدا ولكن لقب الدوري لي معزة خاصة عن جمهور النادي الأهلي وفي ضغط من جمهور النادي الأهلي وأعضاء نادي الأهلي اللي موجودين على مجلس دارة نادي الأهلي أنه جي مدير فاني جيبتوا الصفقات لأنتوا عايزينها الموسم ده لقب الدوري لازم يكون موجود ما ينفعش يخرج ثلاث سنين نادي الأهلي هتبقى صعبة مع المنافسة الأفريقية جمهور النادي الأهلي دائما بيحب كل البطولات لكن هذا الموسم هيبقى فيه تغيير وتغيير لأنه فيه ضغط مش ضغط سلبي ولكن فكرة أنه إحنا لازم نفوز لازم نتكلم برضو عن القلعة البيضاء الزمالك مبارح ماتش مهم مع فلامبو ديو سانتر البروندي عايزة عرف حضرتك شفت إزاي المباراة خصوصا بعد الأربع صفقات جديدة هل الزمالك كان كويس في الملعب هل النتيجة كانت مرضية بالنسبة لي مع فريق يعتبر يعني أفريقي يعني الزمالكي وقال إنه كان مريح شوية في الماتش صحيح هو العيبة اللعبة بثقة زيادة عن الزمالك فيه مباراة كانت سهلة بالنسبة لي نادي الزمالك إنه كمان يظهر كتير من اللعبين بشكل كويس أكتر أو يسجلوا أو يهددوا مرمى الغريم الليرواندي في لامبو مش حلو فكرة إنه كل لعب بعد الثقة زيادة بعد فوز بلقبين دوري مع لقب كأس مصر وعندهم نهاية كأس مصر لسه أمام النادي الأهلي بتاع الموسم الماضي هيتلاعب في الفترة اللي جاية وسوبر كمان ففي كل البطلات داخلين وبقوة العكس بالنسبة للجمهور الزمالك عكس لنادي الأهلي جمهور الزمالك يقولك أفريقيا إحنا خلاص خدنا الدوري مرتين متتالئتين وده قررت في أكتر مرة خمس مرات بالنسبة للنادي الزمالك ما عملهاش أكتر من لقبين متتالئين لكن أفريقيا بقى منذ عام 2002 لم يسجل لقب بالنسبة للقرارة الأفريقية يقولك طب ما جيب اللقب ده يمكن يعمل زي لقب الدوري والكر أفريقيا ناخد لقبين متتالئين نعمل إنجاز كبير عندهم خمسة ألقاب نادي الزمالك كان مهم أول بداية كون مطمئنة أكتر لجمهور الزمالك لأنه الزمالك رجليه أكتر في الملعب حتى يمكن من نادي الآل لأنه الزمالك لعب مبارتين في التصفيات التميناية ودورة الـ 64 في دورة الأبطال ومكمل من الموسم الماضي ولعبته حتى مشاركة مع المتخب الوطني بشكل عام فوز كان مهم حسام عبد المجيد مدافع صغير السن من مكاسب فريق الأمل اللي ظهر بسبب وقف قيد نادي الزمالك في الموسم الماضي حاجة حلوة قوي إنه نطلع حد من اللعبين الصغيرين ويحرز هو الهدف بالظبط كده وديه تالت مرة يحفظ الهدف ومع الضربات الثابتة اللي بيركز عليها جوسالدو بريرا هذا المدير الفني البرتغالي أدى هي بأفكاره عارف إمكانيات لعبته شكل كويس جدا عنده مرونية تكتكية بشكل عالي قوي اتنرفز على لعبته لأنه لعبته بتستخدم مهاراتها الفرادية بالزيادة أو لعبها بلغة كرة خدمة كل واحد أناني كل واحد عايز أنا بس وده ما ينفعش اللعب الجماعة لازم يكون موجود استغربت شوية أنه ساب زيزو من بداية المباراة لنهايتها كان مفروض يريحه شوية شفنا إصابة عضلية ما قبل المباراة للونش شفنا إصابة عضلية ما قبل المباراة لإمام عشور ثنائي ما ينفعش يبقى عنده إصابات عضلية في هذا التوقيت لأنه دي بداية موسم المفروض يكونوا في الفواءان ما نتمنى جزيزو كان يورهق في هذه المباراة بهذا الشكل لكن شفنا مثلا زكريا الوردي هذا المغربي مع عمر جابر العائد للنادي الزمالك مع أبراهيم أنضاي هذا السنغالي تحديدا عمر مصطفى زيناري أم مصطفى زيناري كان بديل في الشوت التانية أيضا لكن يمكن العين شوية على زكريا الوردي وإبراهيم أنضاي لأنه الاتنين لسه جداد على نادي الزمالك وعلى كرة المصرية يمكن نضاي لعبة فيه أدور المصري لكن على نادي الزمالك والمنظومة لا شوية برضو محتاجين شوية وقت يمكن زكريا الوردي في نص الملعب كان بالشكل الإيجابي فيه بداية المبران داي شوية لازم يبقى ده محترف فطالما موجود في نادي الزمالك لازم من أقل الفرص تكون مهدد على المرمى بشكل كبير أوي لكن مشكل عام فوز مهم كان لنادي الزمالك عنده الأفضل في مباراة الإسبوع القادم مباراة العودة اللي هتكون أيضا في مصر مهم قوي أن الزمالك كان يفوز في هذه المباراة لأنه زي ما قلنا هدف الزمالك الأول وجمهور الزمالك ومجل صدار الزمالك والكل أنه أفريقيا في هذا الموسم طب شايف إزاي فوز بيراميدز أو فيوتشر في الكونفدرال الأفريقية يعني نقدر نعول عليه إزاي فوز مهم قوي لأنه بيراميدز منذ انطلاقته في البطلات الأفريقية وهو بشكل خطور على كل الفرق ودايما سيمي فاينال فاينال خسارة الفاينال أصاعد سريعا بالضبط لأنه عنده لعبين معظمهم لعب في الأهل اتأسس كويس بالضبط كده هوا مشروع ومشروع كويس مع الإدارة الإماراتية كمان الحالية بيفكروا تفكير استثماري حتى لما بيبيعوا بيشتروا لعيبة مميزة فوزوا خارج الديار تعتبر خارج الديار هو كان في السادة الدفاع الجاوي لكنها مباراة خارج الديار على هلال الساحل السوداني مباراة فاس فيها بهدفين وأنا شايف أن بيرامز دايما خطير على اللقب للكونفيدرالي يعني مش بتاع دوري أبطال دلوقتي لكن في البناء في المشروع طويل الأمد مازال خطير ومازال ممثل احذر من يعني فيه لعيبة زي ما قلت عبدالله سعيد في رمضان صبح بالضبط ومداربه اليوناني كمان مدارب ذكي وعارف عقلية اللعب المصري نفس كلام الفيوتشر رغم أنه علي ماهر ما بياخدش المبرامل أو ما بياخدش المبرامل على الخطوط لأنه ما عندوش الشهادة اللي تخص المداربين اللي ينفع أن هما يديروا المباراة داخل القارة الأفريقية لكن بيكون موجود معهم في المدارجات عاملين حالة فيوتشر والأسماء من اللعبين اللي بدأ يجذبها فيوتشر برضو فريق مبني صحر يعني فيه مضخات مالية وفيه لعبين أصحاب خبرات موجودين في الفريق فيه إدارة كويس أما حاجة بالضبط كده هي منظومة متكاملة مع لعبين أصحاب خبرات تقال مش متسرعين على الأرض الملعب تفوقوا أيضا على كالون السيرليوني بهدفين نظيفين خارج الديار بس الدول سافروا ما لعبوش في مصر إن شاء الله كله في دور المجموعات والحلوة قوي أن كل فرق المصرية سجلت الفوز خارج الديار حتى وإن كان في مباراة داخل مصر طيب نروح لجدول الدوري اللي تعمل إمبارا حضرتك تعليقك على مباراة الدوري واللقاءات إن شاء الله القمة هتكون في الأسبوع الرابع عشر حلوة قوي إنها مش في البداية مش في بداية الدوري قوي وإن كان في البداية برضو بتبقى مؤثرة على اللقب بس برضو بيبقى فيه فرص للتعويد زي الموسم الماضي كان في الأسبوع أفتكر الرابع أو الخمس مباراة القمة وما كانتش مؤثرة قوي لأنه الزمالك مثلا تخسر مباراة وتعادل مباراة مع تلك فاس باللقب لكن لما تيجي في الأسبوع الأسبوع الرابع عشر بتبقى مؤثرة هنا تلات نقاط بيبقوا مؤثرين يعملوا كده حالة من الاستمتاع بجودة كورة وتأثير النتيجة على شكل لقب الدوري أو الضرع رايح تين مية عقبة ولا جزيرة فحلو إنه في الأسبوع الرابع عشر الأهل هيبدأ مع النادي الإسماعيلي مباراة قوية جدا في بداية الدوري الأسبوع الأول ثم من بعد ذلك مباراة أعتقد أخف حدة شوية من ما هو بالنسبة لنادي إزة مالك اللي هيبدأ مع سموحة السكندرية عنده مباراة قوية متتالية مطلحقة في بداية الدوري لكن بداية هكون مثيرة جدا الصفقات اللي اتعاملت والأفكار بالنسبة لموسم الجديد وكل الفرق طمعانة في بعضها أعتقد أنه لا موسم يكون استثنائي مثير اللي قاله كمان ربطة الأندية مع المسؤولين عن الكرة المصرية في الفترة الجاية وأنه روي فيتوريا مثلا المدير الفاني برتغال المتخبن الوطني قال لازم تترش أرضيات الملعب محدش يتكاتر على حكم المباراة بعد نهاية المباراة هيبقى فيها عقوبات أربع جولات كما حضرتك ذكرت في البداية خلال كأس العالم ده أمر هيبقى صعب شوية لكن هم هينطقوا الأيام اللي ما فيهاش مبارايات مؤثرة في كأس العالم علشان الناس تقدر تتابع وفي نفس الوقت شوية نقل اللي نحن بدقين متأخر عن العالم كله في الدوري بسبب تأثير ضغط البطولات منذ موسم الكورونا منذ موسم 2019-2020 اللي نكمل بشكل متأخر فبشكل عام أنا شايف أن ببدأ يبقى فيه إصلاحات نتمنى كمان لمنظومة مع جودة كرة نشوف منتخبات أو لعبين بجودة لعب يضخوا كرة كويسة أو من لعبين مميزين للمنتخبات سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأول ودايما بنقول أن الكرة دي يعني استثمار والكرة دي صناعة والكرة دي كوادر ومؤسسات ومش نتعاملش معها يعني بنظرية التشجيع والفوز والأهاوي جزء كبير استمتاع جزء كبير استمتاع لكن في النهاية هي ممكن تدر ربح كبير جدا على الدولة المصرية وعلى المؤسسات المصرية وتعمل صناعة وتعمل تشجيع وتعمل أهم منها طاقة رياضية وحماس وده اللي احنا محتاجين ودائما حتى الرئيس بيأكد على أن احنا مهتمة جدا موالا في الرياضة بالنسبة للشباب ونشكرك أنك ترهادي محمد عفيفي نورتنا في السيديو صباحة الخرية مصر ربما علقت بشكل عام على أهم المباراة اللي حتحرف في بطولة الدورية المصر الممتاز ذكرة القدر نورتنا شكرا